ان احنا او احنا نبنى في حاجتين لازم يكونوا موجودين معنا. في او دي معناها المالك عايز ايه? ايه اللي المالك عايزه? ده بيبقى اساس معنا لان ما نفعش ان انا اشتغل وانا مش عارف المالك عايز ايه وعمل له حاجة غير اللي هو عايزه. حتى لو عملت حاجة احسن. يعني حتى لو ديته طبق ذهب هدية. تمام? ممكن ما كوش عايز ذهب. ممكن مسلا اقول له ما عايز حمام سباحة هو مش عايز حمام سباحة. فلازم اكون عارف وعايز ايه بالزبط. اتاني حاجة المطلبات او الاشتراطات او الحاجات اللي خاصة بالشركة والاشتراطات الخاصة بالمكان. ممكن مسلا جاي ابني في مانطقة فهو بيقول لي الارتفاعات ما تزدش عن ست دوار او تلت دوار. اللي لازم كل مكان يكون في حديقة قدامه. لو انا ملتزمتش بالكلام دوت. ممكن اه ما عارفش اخد رحصة للمباني. فلازم اكون اعارف كل الشروط المتوافقة والاسية معي. طيب. البيمكشن بلان بنكتفها ايه? الاهداف اللي احنا عايزين نوصل لها. المعايير الستاندرد اللي احنا نشغل به. ما اخسنا عايزين نشغل بالكود الايزو العالمي. وهكذا. البرامج اللي هنشغل بها. ولو في برامج مختلفة ازاي هنتبادل المعلومة. مين اهم ناس في المشروع اللي انا لازم اشارك معهم المعلومة او ان انا انتظر منهم الموافقة بتاعتهم. الاجتماعات هتكون كل فين? يعني خلنا نعمل اجتماع دلوقت مسلا. كل واحد فيكو هيقول كان هو المالك ويقول انا عايز حاجة معينة في المشروع. تمام? كل واحد فيكو يفتح المايك يقول انا عايز حاجة معينة في المشروع. اتفضلي لها بشكل نسامري. كل واحد فيكو المالك يطلب حاجة معينة في المشروع. انا عايزة المشروع مسلا يكون في جنينة عايزة المشروع يكون في كزا. كل الحاجة اللي انت بتحنام بها. يلا. اه عايزة جرين ريا كتير. تمام. اه اتضل. او اذا المشروع بتاعي الروف استخدمه يكون فيه اعدافو او اي حاجة استخدمه. جميل. اعايزة المشروع بتاعي يكون اه يعني ما بيكونش بيستهلك توقعه كتير. في يكون متوفر لي راح على الرئيس جوه المبنى ما تتبنيش ان انا عشغلت طول وقت اكيد. جميل كويس. باش مهندس السيف? باش مهندس السماء? كل الناس تتكلم تقول. اه ممكن عايزة في المشروع بتاعي مكان يكون مرتب لي. تمام جميل. مهندس سيحية قال ان هو عايز اه الروف يكون في اه مكان يقعد فيه وكده. ماشي. يبقى انا عمل حساب ان انا ما عملش الواحطة الشمسية مسلا. فبقى حسابي ان انا اساسي ان انا العمل طالب ايه? التزم بيه. طيب مين تاني؟ حاول الجيمني في البيت اده. انت تؤمر. حاضر جامس دي. اه ايه تاني? ملعب كورة. حاضر. تمام. استخدم خمات محلية ما اضطرش اجيب حاجات من وره. جميل جدا جميل جدا. انا ده بيحصل كتير جدا. ان ممكن المالك تقعد معاه وتقول له والله المزايا والعيوب والاستدامة والحاجات دي كلها. وتفتح عيونه على الحاجات ممكن يكون شوه اخذ بالو منها. ممكن يكون هو تركيزه على الكست. التكلفة بس. لأ انا اقول له لأ لازم نلتزم بقواعد معينة. بزروك معينة. احبابه مثلا في ان انا ازرع اشجار. احبابه في ان انا. اه هعمل لك حاجة ممكن تكون مكلفة شوية في الاول لكن بعد كده. اثناء الاستهلاك هتقلل لك استهلاك الكهرباء. هتقلل لك استهلاك المياه. فدي كلها حاجات ايه بيكون مفيدة. تمام? حاجة لعنده ايه مطلبات تانية. طيب فيه بعد كده اللي هي التسليم المشروع هل انا هتديك الموديل ولا هتديك شوب دروينج ولا هتديك ولا هتديك دي دي اف. دي من دين الحاجات اللازم نتفع عليها. الحاجات دي بنتفع عليها في الاول. فما بحسرش مشاكل في اخر. قبل كده في مشروع كبير جدا ضخم جدا كان في مشكلة ان هما يعني كل الاشتماع بيعملوا مشاكل. فالشركة قالت لي تعالى احنا عم مش عارفين نتفق مع الشركة دي. فقالترون ادوني البيمكشنبلان. قال له ما فيش. فقالترون طبعا. انت هتفق عليه يعني انتو. بقالكم خلطوا الشغل لكن انت مش متفقين على الحاجة. ممكن هو يكون في دماغه ان هو عايز حاجة مسلا معمول لها رندر عالي. وانت عملت حسن له في الكلاشات. لازم نقعد مع بعض ونتفق. فكان اول حاجة لازم نعملها البيمكشنبلان. عملنا البيمكشنبلان. خلص احنا فهمنا ان الراجل ده بيركز على واحد اتنين تلاتة. مش هنعمل حاجة تانية غير واحد اتنين وتلاتة. ساعتها المشروع خلص بسرعة. خلص فهمنا ايه اللي هو عايز ايه. بعد كده في الشيرد كوردينيشن. ننصق بنا الكلاشات التي تبعاملها ازاي النقطة بتاعتنا بحيث ان كلنا لما نجي نجمع الموديل مع بعض ما نلاقيش موديل طاير او حاجة ازاي كده. حاجة عدد المباني وحجمها وكل حاجة. الصلاحيات مين اللي من حقه ان هو يشوف الموديل مين من حقه يعدل في الموديل. اللي تشيك هنفحص الموديل كل قد ايه وهتفحصه ازاي? والمسموح مسلا بكلاشات قد ايه. يعني ممكن اقوله ايه? لو كلاش مسلا واحد ملي ما تتبروش كلاش عدية. يعني لو في حاجة كلاش صغيرة خالص عدية. هنبدأ مسلا من خمسة ملي. مسلا او كزا. فبنبقى متفقين على الحاجات دي عشان ما نجيش في النص هو يجي يقولي انا هشوف في النافس لو فيه كلاش واحد ملي هتبرو كلاش. وانا بشوفها خمسة ملي. فعدد كلاشات بتختلف كتير جدا. ازاي هنتبادل بيانات? وامتى? وهتبعتها لي خلال ايه? يعني ممكن ان ابعتها لك مسلا على جوجل آآ واحد يقول لا لازم آآ بيمك تلتباوستين. كل حاجات دي لازم تكون واضحة معنا. ماشي? فلازم يكون فيه اتفائيات. ولازم نتفع على الحاجات اللي هتحافظ على البيئة. يعني ممكن كل الشركات كلها تتفق. والله احنا لازم نلتزم بان احنا ناخد شات الليد. ازاه بها. فمهما حصل فيه شروط بالنسبة لنا او فيه قواعد معين لازم نلتزم بها. ما ينفعش المعمار يعمل حاجة او الانشائي او غير ان احنا ناخد شات الليد دي ايه المواصفات المطلوبة لازم ان احنا نعملها. بتعمل مرتين. مرة قبل العقد ومرة بعد العقد. مرة قبل العقد بقوله والله لو انت اتفاتت مع الشركة بتاعتنا. احنا نلتزم بالكلام دوت. بعد العقد هنبدأ بقى نحط التفاصيل. اقول له والله خلاص احنا انتفقنا واخدنا الفلوس كل حاجة. اه دي ارقام التليفونات بتاعت الرؤساء الاقسام. يعني رئيس كاسم عمار رئيس كاسم انشاي. الايميل والتليفون واسمه بحيث لو حصل اي حاجة تقدر تتواصل مع دايركت. تمام? ومرحل المشروع. احنا عندنا كزا مرحلة المشروع وكل مرحلة. هنبديك مسلا ايه اللي موجود فيه? يعني هنبديك الاول الاستراتيجية اللي احنا نشغل بها. وفقت عليها هنبدأ احنا نتكلم. الاستراتيجية ده اللي هو اللي هو اللي هو الاساس بتاعه. لما عادنا معاه وبدأنا نفهمه المشروع وبعدنا نعمل اي اي او. بعد كده هنبدأ بقى نعمل concept design. الفكرة يعني مش هنستخدم عندين. او هنستخدم مثلا اشكال اه زي حسن فتحي او زوار حديد او 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 او. فبنحط له concept. ممكن موضل بسيط خالص فاضي. مجرد بس نحنا بنتفق على concept. وبعد كده لو وافق عليه بنبدأ ان احنا نعمل develop design وهكذا. ما راح للمشروع لحد ما نسلمه المشروع خلص. تمام? دي اهم الموجودة اللي هو اللي هو المالك عايز ايه? اللي بيكون محدين اول حاجة الاهداف. احنا هنستخدم ده في ايه? طيب. كل واحد فينا هيقول هو بستخدم عايز البن ده ليه? ليه احنا هنستخدم البن? ليه ما نعملش ايه باي طرقة تانية? ممكن حد مسلا يقول واحد يقول مسلا عشان استدامة واحد يقول عشان يعني فواض البن كتيرة. فكل واحد فينا? سريعا يقول والله البن ممكن يفتنا في ايه في المشروع? اي حد من اللي موجودين يفكر كده معانا يقول حاجة واحدة بس سريعا. شوان دي سمالك? ميرنة روان. يحيى نادا. ايه الفايدة اللي ممكن ناخدها من البن? هلو? معك دكتور. ايوة كل واحد يقول ايه اللي ممكن نستفاد منه من البن. ايوة. ها? ها? في صد صوت. طيب اه كده صوت كويس. هلو? لأ برضو. طيب ايه اللي استفادات اللي هممكن نستفادها من البن? اول استفادات ان انا معي مودل اقدر اجرب عليه واقدر احمل حصر الكميات. جميل. واقل الكميات الهردة طبعا من حديد الطوب الحاجات دي. جميل. شيء تاني. اقدر ان انا اخد اه او نفس كل حاجات نفسه على الواقع قبل ما تلاحكي. جميل. اه مهندسة انا ده بتقول اعرف المشاكل اللي هتقابلني قبل ما نفسه على الموقع. تمام. ايه تاني? المحاكات بقى جوة المبنى. اه تمام جميل. طيب ممكن مسلا نعمل اه نحدد امتى هحتاج مسلا الخامة دي. يعني امتى هحتاجي البواب والشبابيك والحاجات دي. ما جبهاش بدري. فلو جبتها بدري هتطرنا اخزنها ودور على مخيزن وحاجات زي كده. لو جات متأخر العمال هيقفوا. دي من ضمن المزايا. ممكن ان انا اعمل موضل اه رياليتي والعميل فالعميل يبدأ يتخيل شكل المندق يبقى عمل ازاي? لو عند اي عديل يدره لنافسي. تمام? طيب. دي اهداف المشروع وبعد كده نبدأ ان احنا نحدد تسليمات المشروع ونبدأ ان احنا نشوف اه كل مسلا سلمك يوم واحد مارس كزا. ونبدأ ان احنا نشوف كل مرحلة وتتراجع بحس ايه نروح للمرحلة اللي بعدها. فانا عندي في حاجات وفي حاجات خاصة بالبلانيج وحاجات خاصة بالسطاندرد وحاجات خاصة بالاي تي سيوليوشن. المانجيمنت بيبقى فيه معلومات المشروع. اه مين البروجيكت تيم? مين الستاندر ان شغل عليه? التسليمات هتبقى عملها ازاي? البروجيكت مايليستون الموعد الاسسية للتسليم. عندي بلانيج دوكومنتس. عندي مسلا اه كومنت داتا انفيرومنت. الملف اللي انشغل عليه هيبقى عمل ازاي? ازاي هنقدر نعمل فحص للمشاكل ونحلها. مصفوفة كل واحد المسؤول عنه. فيه الستاندرد. الستاندرد ده يعني طريق التسمية. طريق تسمية الملفات. طريق تسمية الفاملي. طريق عمل الكوردينيشن. فيه اللي هو مسلا السوفتوير فيرجة. هنشغل على الان اصدار. خلي بالك ريفيت في مشكلة خطيرة. اظن كلكو يعني لحظتوها. ان ما ينفعش ريفيت عشرين عشرين واحد تاني كنت شغال على ريفيت واحد عشرين. ما ينفعش ان انت تسايف على اصدار قديم. ولو انت مرة مرة اشتغلت على اصدار احدث ما ينفعش ان انت ترجع للاثدار ادم. يعني لو انت اشتغلت على عشرين اربعة واشيين. وعايز ترجع تاني عشرين واحد واشيين ما يفعش. عملت افضيت مرة مش هينفع ترجع تاني. وفيه مسلا الامتداد اللي احنا هنسلمه ونسلمه. تمام? فده مسائل مسلا. يعني اول حاجة بكتبه اسم المشروع. عنوان المشروع. رقم النقمبر. اول يعني كل واحد باب مسلا المطلبات العميل. اللي هي اي ار. اهو. هو عايز مسلا مشروع لحضانة اطفال مسلا الحاجات دي كلها. اهو مانسيح بيقول مسلا هنبدل من خلال ايف سي. ده اكتر حاجة فعلا بتقلل المشاكل. اللي هو ايف سي. ده اتعمل من خلال هيئة اسمها دي مسؤولة انها تعمل اه. توحيد للقياسات اللي موجودة بين شركات البيم. يعني اي اوتو ديسك مشتركة فيها. اه اه اغلب شركات مشتركة فيها فكتور ووركس وهكذا بحس ايه? يتفقوا على امتدات معينة لما يجوا يتبادل المعلومات. تمام? بيوارضوا منتفق على الـ ال—— مسلا احنا عايزين نوصل لدرجة التفاصيل ايه؟ لئيه اللي قديه? تمام? مصطلح الـ LOD دوت حدنا ممكن يقوله لنا LOD الـ LOD أنا عارف أنتو عارفينه مش عاديون تتكلمه لي بس سواء LOD Level of Development يعني درجة تفاصيل نحن هنسلم مشروع كل مرة بنزود شوية في درجة تفاصيل يعني في الأول هسلمه الـ LOD لأنه ممكن أشياء كتير قوي وفي الآخر هو نفسه مش عقبال فكرة رأسية فأنا أبدلوا فكرة رأسية 100 وبعد كده أتوّرها معا من 200 300, 400, 500 500 ده اللي هو الـ Aspilt طيب الـ Client عندنا بقى إيه المؤسسين في المشروع ممكن Client ممكن Designer ممكن Contractor اسم الشركة اللي هتشغل فيها الـ Rule بتاعه إيه من الشخص المسؤول في الشركة دوت اللي أنا عايز أكلمه مثلا فنبدأ نعمل السراتيجية عشان نبقى فاهمين المشروع هتسلم إزاي وهي خلاص إزاي فـ بتحل مشاكل كتير ممكن تقابلنا في المستقبل إن إحنا مش متفقين على حاجة فكل واحد متصور حاجة في دماغه كل واحد متصور حاجة معينة فإحنا لازم بنتفق والله المراحل اللي نحن نشغل بها إن مثلا المعمارة يخلص حاجة ويبعتها الإنشائي طب هو لازم تتفحس قبل ما تتسلم وهكذا دي بتبقى مرسومة خطوات إن إحنا نشغل لها بشكل دوت مثلا إنه يبقى فيه ملف مثلا معين هيتعمل منه energy model يتعمل تشيك ولما تأكد إنه فعلا هيكون صديق للبيئة وهيوفر طاقة نبدأ إن إحنا نكمل شغل عليه ويبقى فيه موديل معماري وإنشائي ومي بي ثلاثة موديل موجودين هو ده لنشغل به ممكن مشروع صغير نقول كلنا نشغل على نفس الموديل ممكن مشروع كبير نقسم المعماري لكذا قسم والاسترقشة لكذا قسم والمي بي لكذا قسم وهكذا يعني فيه مشروع مثلا كنا مقسمين الإبن بيه حسب التكييف الوحده والبلومنج الوحده والفار الوحده الاسترقشة خدنا الاسترقشة من أول آخره يعني خدنا كامبورجين فكل برج كنا مشوف بيوصل لفين هو البيزمنت وأسمناهم الاتنين الاركتكشة كان أسمنا البيزمنت الوحده وكل برج الوحده فكل مشروع بيبقى ليه تقسيمة مختلفة وبعد كده نبدأ نعمل كوردنيشن وبعد كده نعمل نربطه بجدول الزمن هنا بنبدأ نحط التيم يعني مثلا المهندسين الموجودين مثلا هنقول مثلا إن المهندس كريم هو مثلا المهندسة لنا هي هتبقى مثلا التسك التسك تيم منجر المهندسة نادة هتبقى مثلا الاركتكشور بيم كوردنيتر المهندس يحيه هبقى كونسولتانت نبدأ نكتب اسم كل واحد فيهم والتليفون والإيميل بحيث نقدر نحتوصل بيه معي اه ده امثلة هي الاميليات والتليفونات وكل حاجات داية طيب دي تقسيمة بقى إن البيم مانجر مسؤول عن ايه البيم كوردنيتر مسؤول عن ايه البوردكشن اللي هو المهندس اللي هتشغل بأيديه أو هو هو مسؤول عن ايه البيم مانجر هو اللي بيحط الاستراتيجية هو اللي بيحضر الاجتماعات هو اللي بيتابع الستاندرد بتعمل ولا بشكل هو عايزه الكوردنيتر بيبقى اكتر هنا بيبقى في الموديل يبدأ يتأكد ان الموديل شغال قويس الموديلر هو بيبدأ يعمل الشغل نفسه وبيبدأ يطلع اللوح من الموديل ده مسلا الورقة هيت بيبقى فيه سري دي كوردنيشن كومنت موجود اللي هنشغلين فيها عند الكوست هنشغل هنعمله ازاي كل حاجة بتعمل ازاي خلي بالك ان ممكن المالك يقول لك والله انا عايز حاجة واحدة بس من الفواياة كتر يعني جالنا قبل كده واحد قال لك انا مش عايز حاجة غير ان انا عارف تكلفة المشروع يعني الموديل بيش عايزه ولا شوك دروبنج وليس خلص بس انا عايز المشروع ده لو رس علي هيكلفني كام عايزها بدرجة دقيقة جدا عشان اعرف المشروع ده اقدم بكام بحيس يبقى فيه فدي كويسة في حد مسلا عايز عشان يحلك كلاشات قبل ان تظهر في الموقع في واحد عايز عشان واحد عايزه عشان يشوف الوقت يبدأ شوف كل المرحلة تتبقى فاي في واحد عايزه عشان هنعمل ايه في الموقع بحيس ان ما فيه مكان التخزين ومكان للمهانسين اللي هتشغل في المشروع ومكان اللي حاجة تحرك ازاي والكرين هتحط فين الحاجة دي كلها واحد عايزه عشان واحد عايزه عشان ففي فوق كتيرة بنبدأ نشوف المالك لو انت عايز كل دول هيكلفوك اكتر لأ شوف ايه الحاجات اللي مهمة بالنسبة لك انا بتفق مع المالك على الحاجات اللي هنركز عليه تمام اهي دي كلها بابدأ اعود معايا وابدأ اشوف ايه الحاجات اللي هو مهتمة بها لو عايز كله ما فيش مشكلة لو عايز حاجات معاينة مش محتاجها خلاص ممكن نشيلها دي اهم البرامج اللي هنمتفع عليها بقى بقوله والله الاركتكتشور هيعمل بابداد ارفتي الموديل والكلاشف ده هيبقى مثلا ملف من نفس اسمه ون دابلو اف ون دابل سي ون دابلو دي الستروقشور هنعمله مثلا ببرنامج تيكلا هيبقى امتداد كذا بنبدأ نمتفي كل شركة هتسلم بامتداد ايه عشان ما يجيش في النص وليه شغال بحاجة طيب هنا بننتفي بقى كل مرحلة يعني اول مرحلة بتبتدي من اليمين اللي هي البلان هيبقى فيه ساعة اناليسس هيبقى فيه هيبقى فيه برو جرامنج برو جرامنج يعني مش برمجة لأ يعني طريق تنظيم المشروع في مرحلة الدزاين هيبقى بالنسبة لهم حاجة الاناليسس بتاعت واللايتينج والميكانيكال كونستروقت اسناء التنفيذ هيبقى بالنسبة لهم حاجة الكلاشات جدشت الفابريكيش ان انا ابعت للمصنع ايه الحاجات اللي هتنفس بالفعل الاوبريت اللي هي اسناء التشغيل بيبقى المهمة بالنسبة لي ان انا بعارف كل حاجة موجودة فين وايه الخطط مثلا اللي حصل مشكلة قبل بتحصل بقى فيه مثلا كل شهرين المحتاج ان انا اغير اللايتينج النارة اللامبة ان انا مثلا عايز اغير الفلايتر بتاع التكييف طيب اه دي بقى بنتفق على التسليمات ممكن واحد يقول لنا ان هسلمك المهفات الاصلية وواحد بشي عايز سلم المهفات الاصلية بنتفق قبل ما نبدأ شغل دي جدول اسمه بنكتب فيه تواريخ التسليمات ماشي موعد تسليم كل حاجة طيب هنا اللي هو احنا هنسلم هنا عند جزء خاص بي الحاجة حاجة خاصة بالانفورميشن ان انا بدخل الداية بتاعت الحيطة بتاعت الباب مسلا الباب ده مضد الحريق ولا مش مضد الحريق الباب دوت مسلا فيه اقرأ انا فيش اقرأ وهكذا وده دي ريفرنس ممكن انت تحمله بخطب دي انا طبعا هديكم البرزنتيشن عشان ايه لو حد حابب ان هو يكمل شغل عليه طيب خلا نشوف مسال عملي كده ده ملف هوت ماشي بنبدأ اول حاجة نذكر معلومات عن المشروع وايه المواصفات بتاعت المشروع تمام والرقم بتاعه والازدار بتاع الريفة اللي احنا نشتغل عليه والسكوب بتاعنا ايه والميلستون التسليمات والرول الناس اللي هتشغل في المشروع دوت موجودين فين والميل بتاعهم والتليفون بتاعهم وكل حاجة عشان حصل ايه مشكلة نقدر نحنا نتواصل معاهم والاهدام بتاعت المشروع تمام يعني كل حاجة مسلا وايه الريفة بتاعتها الاستخدامات بتاعت البيم يعني هنستخدم البيم في ايه في كل مرحلة بنبدأ نحدد ايه التركيز عليها احنا في كل مرحلة هنستنركز على ايه الستاندرد اللي احنا نشغل به اي استاندرد المهم يكونوا متفقين يعني لو احنا كلنا اتفقنا على استاندرد حتى لو استاندرد ده مش حلو قوي احسن ما كل واحد يشغل بالستاندرد والاستاندرد على اعلى مستوى لكن العدم الاتفاق ده ممكن يخلي فيه مشاكل تحصل كتير الاركتكتشور موضل لما افتحها يكون موجود في ايه يعني هيكون فيه مسلا والانتيريور وال والفار ريت دول وكل حاجات دي والميكانيكا الايه المفروض هيبقى موجود فيه والتقسيمات بتاعته والحاجات دي كل ده لما اتفق عليه من الاول خلاص بيضع الموضوع سهري بالنسبة لك الهنا ازاي هننصق مع بعض ان احنا نستلم ونسلم الملفات تمام التسليمات بتاعتنا الطريقة التسمية يعني طريقة التسمية بمعنى ايه انا عايز قبل مفتح الملف اعرف ايه اللي جواه تمام يعني خلاص انت بتعاوض في المشروع ده ان المشروع اول كم حرفة مثلا بيكون اسم المشروع وبعد كده اسم الشركة وبعد كده اسم الدور او اسم ال وبعد كده اسم مثلا اركتكتشر حاجة بنتفع عليها كلنا تمام فانا اول ما افتح اشوف الملف غير ما افتحه سواء ريفت او توكاد او بدي اف عرفت ان المشروع دوت مثلا اسمه اكس وده ملف معماري فمش لازم كل افتح خمسين ملف عشان اوصل اللي انا عايزه لأ حرف الايه باركتكتشر اس بنتفع سواء حرف او حرفين المهم ان احنا نكون ماتفعين ما يحصلش مشاكل بحيث ان انا قبل اول مشروع الملف خلاص انا عرفت الملف ده ايه يعني هنا مسلا اركتكتشر بلدين وهكذا كل ملف ليه طريقة معاناة في التسمية تمام بعد كده منتفع ازاي هنعمل كواليتي تشيك لما تبعتلي ملف قبل ما تبعته تتأكد ان انت مسلا تعمل كلاشات تتأكد ان انت تعمل ووكس رو تمشي في المشروع فتشوف المشاكل ايه وتبدأ ان انت تحلها الفاميلي مسلا ممكن برضو تتفع على طريقة تسمية الفاميلي ماشي هي دي فكرة من مجرد ملف تعاقدي بنتفع عليه عشان ما حصلش اي مشاكل في الاتفاقية طيب اه انا سيب لكم الملفين ان شاء الله بحيس ان انتم تبصوا عليهم وتشوفوا لو في اي حاجة تعديل تقول لنا عليها او حد حاجة بشواطة حتقول لنا عليها طيب حد عنده اي اسئلة سواء في سواء في سواء في الشغل سواء في اي حاجة في احد عنده اي اسئلة تماما دكتور الف شكر لا لا مش عايز تمام انا عايز اسئلة انا عايز حد مسلا انا عايز اسئل عن حاجة في الشغل حاجة في في بتخرج حاجة اسئل عن الفاينل يعني لو دي اخر محاضرة في الفاينل اي حاجة في شغل حاجة المتحام ها